السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سوف ندرس اللغة العربية للطلاب الصف الخامس مدرسة نور الأردن الدولية والآن افتح عزيز الطالب الكتاب صفح 68 التعبير رتب الجمل الآتية لتكون فقرة تامة المعنى عن العنبر خلنقرأ الجمل الذي يبلغ طوله ستين قدما العنبر مادة تشبه الشمع في قوامها نحصل عليه من الحوت العنبر وقد تكون رمادية اللوني أو بيضاء أو صفراء أو سوداء وقد تجمع أكثر من لونين إذ تفرز أمعاء الحوت هذه المادة والمعروف عن العنبر أنه مادة عطرية باهظة الثمان رتب عزيز الطالب الجمال الإجابة الصحيحة كالآتي خلنقرأ الفقرة العنبر مادة تشبه الشمع في قوامها وقد تكون رمادية اللون أو بيضاء أو صفراء أو سوداء وقد تجمع أكثر من لونين تحصل عليه من الحوت العنبر الذي يبلغ طوله ستين قدما إذ تفرز أمعاء الحوت هذه المادة والمعروف عن العنبر أنه مادة عطرية باهظة الثمان هذا هو العنبر وهذا هو الحوت يستخرج منه مادة العنبر والآن ننطق العزيز الطالب إلى الإملاء فلنقرأ الفقرة إن كل إسهام خير يرفع من شأن الوطن وأي جهد يبذل في بنائه ويستثمره المواطنون وينعمون به ثم أبناؤهم ثم أحفادهم من بعدهم ولا يستطيع النبلاء والعظماء وأصحاب النفوس الكبيرة أن ينسوا مسقة رؤوسهم مهما بلغوا وسموا لأن الحنين إلى الأوطان جزء من وفائهم وعذمتهم فيبقى الحنين والحب للوطن في القلوب ما دام الرهو في الجسد عزيز الطالب تدرب على هذه الفقرة وانتبه إلى الهمزة المتوسطة عزيز الطالب يفتح الكتاب صفح أقبل السبه جميلاً يملأ الأفق بهاه فطمط الزهر والطير وأمواج المياه قد أفاق العالم الحي وغنى للحياة فأفيقي يا خرافي وهلمي يا شياه واتبعيني يا شياه بين أسراب الطيور واملأ الوادي ثغاء ومرحاً وحبور واسمعي همس الصواقي وانشقي عطر الزهور وانظري الوادي يخشيه الضباب المستنير عزيز الطالب هذا يمثل الشعر الحر وقائله أبو قاسم الشابي وهنا يصف جمال الصباح الريفي والآن لننتقل عزيز الطالب إلى معنى أقبل الصبح طمط تذختر هلمي تعالي شياه جمعشاه وهي النعجة ثغاء صوت الغنم خبور سرور الأفكار الرئيسية أي ما زال هذا الصباح مختلفا جميلا ينشر في كل مكان ثانيا عناصر الطبيعة كلها سعيدة الزهور الطيور أمواج المياه الهادئة ثالثا يبدأ الشاعر هنا دعوة قطيع الغزاء دعوة دعوة قطيع الأغنام والشياه لتسعى لطلب الرزق والآن استمع عزيز الطالب إلى هذا النص جيدا صفح سبعون الوحدة الرفق واللين عنوان النص من رفق الرسول يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا فيضعهما على الأرض فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته أقعدهما على ثغذي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ أسامة بن زيد والحسن بن علي فيقعدهما على فغذيه كل على ناحية ثم يضهمهما ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما وقبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي وعنده الأقرع بن حباس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم والآن لنجيب عن أسئلة النص عزيز الطالب أجب على أسئلة النص من غير النظر ورجوع إلى الفقرة السؤال الأول ماذا فعل الحسن والحسين رضي الله عنهما مع رسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الإجابة إذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره السؤال الثاني كيف أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته الإجابة إذا رفع رأسه أخذه ما بيده من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض السؤال الثالث بما دع الرسول صلى الله عليه وسلم للحسين بن علي وأسامة بن زيد الإجابة الإجابة اللهم ارحمهما فإني أرحمهما السؤال الرابع لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حباس من لا يرحم لا يرحم لأنه قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد السؤال الخامس ما الصفة التي يمكن أن نصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال صفة الرفق أحسنتم والآن ننطق العزيز الطالب إلى الواجبات نسخ التعبير صفح 86 68 على دفتر التعبير التدريب على قراءة أقبل الصفح صفح 69 حل الاستماع صفحة 70 على الكتاب والتدريب على الإملاء أخذ العلامة العليا من عشرة وشكرا جزيلا لكم